مع صدمة إعلان نيوزلندا تعطل خدمات المدفوعات ومحطات الوقود نتيجة خلل في برمجيات الدفع بسبب أن السنة الجارية جاءت كبيسة تترقب الأوساط العالمية ما يمكن أن يحدث في هذا العام ونظرا لما تستغرقه الأرض في دورتها حول الشمس 365 يوما وربع اليوم فقد تقرر جمع هذه الأرباع وإضافتها في السنة الرابعة لكي يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية وهو ما سمي باليوم أو السنة الكبيسة منذ أمد بعيد وفي عام 2000 ضربت كارثة تعطل أجهزة الحاسوب العالم وأحدثت الفوضى بالإضافة لحادثة تعطل الأرصاد الجوية اليابانية في العراق يتمنى الشارع أن لا تمر سنة كبيسة جديدة إلا وقد انتهى من مشكلاته سيما الأمنية والاجتماعية منها وتزامنا مع شهر شباط الذي يضاف له يوم في السنة الكبيسة شهدت بغداد جريمة مروعة عندما أقدمت امرأة على قتل والدة زوجها وفي اليوم الكبيس أيضا كشفت منظمة الهجرة الدولية عن مفارقة صادمة إذ وصل عدد حالات الانتحار الفعلية التي نفذها رجال وأدت للموت إلى 56% فيما وصلت النسبة إلى 44% من بين النساء جزء من مشكلات يترافق مع العراق يوميا منذ آخر سنة كبيسة فيما يبقى التفاعل سيد الموقف في الشارع العراقي ويرى ناشطون أن الإنجاز الأمني كبير في مكافحة الجريمة المنظمة والظواهر الاجتماعية التي كانت ترهق العراق ولزال جزء منها مع آمال بسنة كبيسة مقبلة بعد أربع سنوات يكون فيها العراق خاليا من أية أحداث مهددة للأمن أو الاستقرار المجتمعي